موسيقى الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شانكة شيفرون والشركة تشيد بنمو الاقتصادي والتفرة التنموية الجادبة للاستثمار في مصر خلال ملتقى بنات مصر مدبولي يؤكد أن مصر تمتلك مكاتب استشارية وشركات مقاولات يمكنها أحداث فارق كبير في مشروعات الدول الشقيقة شكري يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ويؤكد على الأولوية المشتركة في التركيز على مشروعات التحول الأخضر السادسة في القاهرة الرابعة بتوقيت جرينيش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أهلا بحضراتكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شيفرون الأمريكية العالمية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترولي في مصر جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون مايكل ويرث الذي أشاد بالنمو الاقتصادية والطفرة التنموية الجاذبة للاستثمار في مصر استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد مايكل ويرث رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون الأمريكية العالمية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول وذلك بحضور المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من كبار مسؤولي الشركة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شيفرون في مصر خاصة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج وذلك لما للشركة من خبرات عريقة في أنشطة ومجالات صناعة البترول والغاز عالميا الأمر الذي يدعم قطاع البترول في مصر بصورة محورية ويساهم في تعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون عن تقديره لمقابلة السيد الرئيس وكذلك اعتزازه بنشاط وتواجد الشركة الممتد عبر عقود في مصر مؤكدا حرص الشركة على تطوير شراكة استراتيجية مع مصر وذلك في ضوء ما حققته مصر تحت قيادة السيد الرئيس على صعيد النمو الاقتصادي والطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها البلاد وكذلك في مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع البترول والغاز بوجه خاص بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز والتي تتعاظم أهميتها في ضوء أزمة الطاقة العالمية الحالية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تجربة المصرية تنموية في السنوات الثماني الأخيرة وما أفرزته من مشروعات متعددة وضعت مصر على الخريطة العالمية في عدة قطاعات وخلال مشاركته في افتتاح فعاليات الدورة السابعة لملتقى بنات مصر شدد مدبولي على أن مصر وهي تستكمل خططها التنموية في المحاور المتعددة تضع خبراتها في القطاعات المختلفة رهن الأشقاء من الدول الإفريقية والعربية حققت الدولة طفرة هائلة في أعداد وحدات الإسكان التي تم تنفيذها لمختلف شرائح الدخل وتتلاشى هذه الأزمة عاما بعد آخر واستطاعت الدولة بسواعد أبنائها تنفيذ 15 مدينة جديدة من المدن الجيل الرابع في وقت واحد ببنيتها الأساسية وخدماتها ووحداتها السكنية ومثلها تقريبا يتم التخطيط لإنشائها أما في ملف النقل والطرق فهو يعد هو الملف الأبرز في إنجازات هذه الحقبة وهو الملف الذي أهلنا لنكون الآن جاهزين لاستقبال الاستثمارات المختلفة من المشروع القومي للطرق إلى مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل وجهود تطوير السكك الحديدية ومتر الأنفاق يقف هذا القطاع شاهدا على إنجاز المصريين بمشروعات استحقت دخول موسوعة جنس للأرقام القياسية أما المعجزة التي تحدث عنها العالم فهي ما حدث في قطاع الطاقة وكيف تمكنت دولة في فترة وجيزة من القضاء على تحدي نقص الطاقة الكهربائية لتصبح إحدى الدول النموذج في هذا القطاع التي أصبحت تتمتع بفائد يؤهلها لتصديره إلى دول الجوار أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي امتلاك مصر ذخيرة من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والمصانع المتخصصة والتي يمكنها إحداثه الفارق في مشروعات مختلفة في القطاعات الخدمية والتنموية في الدول الشقيقة تمتلك مصر حاليا ذخيرة من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والمصانع المتخصصة والتي يمكنها إحداث الفارق في المشروعات المختلفة في القطاعات الخدمية والتنموية في الدول الشقيقة ولها بالفعل سفراء فوق العادة ينفزون مشروعات عملاقة في الدول الأفريقية والعربية يأتي منها مشروع سد الرئيس جوليوس نيريري على نهر روفيجي في تنزانيا وهو المشروع الذي يحظى بمتابعة حثيثة من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق حلم الأشقاء في تنزانيا في التنمية كما تنفز شركاتنا الكبرى ومنها شركات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص مشروعات متعددة في دولنا الأفريقية والعربية ومن هنا تأتي أهمية هذا الملطقة الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين والخبراء ليلقي الدوء على ما تحتاجه دولنا الأفريقية والعربية من مشروعات وما تملكه شركاتنا من إمكانات وقدرات يمكننا من مشاركتها لتحقيق تمحات شبع بنا في التنمية والرخار كما أشار مدبولي إلى أن مصر تنفذ حاليا المشروع الأهم في تاريخها هو المبادرة الرئاسية حياة كريمة الذي يعتبر المشروع الأطخم تمويلا والأعلى من حيث عدد المستفيدين حيث يستفيد به نحو 60 مليون مواطن تنفذ مصر حاليا المشروع الأهم في تاريخها أو مشروع القرن كما يسميه الكثيرون وهو المبادرة الرئاسية حياة كريمة فهو المشروع الأطخم تمويلا والأعلى من حيث عدد المستفيدين حيث يستفيد به نحو 60 مليون مصري كما أنه الأقوى والأبقى تأثيرا حيث يحدث نقلة نوعية في حياة سكان قرانة المصرية ويدخل بقرانة إلى مرحلة لم تشهدها سابقا هذا المشروع الذي يمتلئ بالتعقيدات والملفات المتشابكة بين الوزارات والجهات المتعددة ويواجه الكثير من التحديات سيصبح نموذج جديدا لإرادة سياسية قررت أن توفر الحياة الكريمة لشرائح من السكان محدود الدخل العانت على مر السنين وسواعد مصرية تواصل الليل بالنهار لتحقيق هذا الهدف الذي نصب إليه جميعا في سيمفونية من البزل والعطاء يشعر بها ويدعمها سكان الريف المصري استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي موقف توريد القمح بالمحافظات ومدى توفر السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة للموطنين وخلال ترأوس اجتماع مجلس المحافظين نوها مدبولي إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة وتطوير أسواق بيع الرؤوس الحية في المحافظات كما شدد مدبولي على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع تقارير منظومة المتغيرات المكانية بهدف حصر أي تعديات على الأراضي الزراعية وسرعة التعامل معها مشيرا إلى أن الدولة تتعامل بحسم مع أي حالة تعد على الأراضي الزراعية مؤكدا أنه يتم حاليا إجراءات وقف كل صور الدعم لأكثر من 8000 مخالف أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة تطبيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في اختيار أفضل الكفاءات المتقدمة للالتحاق بالجهاز الإداري للدولة جاء تصريحاته رئيس الوزراء خلال اجتماع مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي أعلن عن الانتهاء من هيكلة الوزراء ويجرى العمل على هيكلة شاملة لدواوين المحافظات على مراحل متتالية وذلك بالتوازي مع تحديث الهياكل التنظيمية لأغلب المديريات والهيئات والجهات التابعة أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهد مبذول في مشروع المدينة الأمنة بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط الذي حصل على جائزة اليونسكو مكلفا بتعميم هذه التجربة على باقي المحافظات وفقا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مدبولي حيث قدمت محافظ دمياط من العوض عرضا لمشروع المدينة الأمنة بالمحافظة وأشارت لأن مشروع المدينة الأمنة يتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة ويهدف لتمكين النساء اقتصاديا وتحسين سبل المعيشة لهن مع بدء امتحانات الثانوية العامة نفذت وزارة الداخلية خطة أمنية تعتمد على انتشار أمني مكثف بمحيط لجان الامتحانات وذلك لبث طمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء الأمور الذين أشادوا بتلك الإجراءات انطلقت امتحانات الثانوية العامة حيث توجه آلاف الطلاب إلى لجان امتحاناتهم على مستوى الجمهورية وسط إجراءات أمنية اتخذتها وزارة الداخلية تنفيذا لخطة أمنية أعدتها لتناسب كافة المراحل التي تمر بها الامتحانات وتوفر الأجواء الملائمة ليتمكن الطلاب من آداء امتحاناتهم طبعاً احنا بنشكر وزارة الداخلية عن مجهود اللي هم عاملينه مجهود الكبير ونروم دايماً مع الناس ومع الشعب وده فيه تمينان للبنات وفيه تمينان لأولئاء الأمور ونشكرهم طبعاً من كل قلبنا بصراحة منظمين الدنيا جداً وفيه تنظيم وفيه ترتيب والولاد الحمد لله داخلين مرتاحين جداً يعني نفسياً تأمين هايل جداً وبصراحة منشكركم جداً وربنا يا رب معاكم بمحيط المدارس التي تؤدى فيها الامتحانات خدمات أمنية لمتابعة ورصد الحالة الأمنية عناصرها ذات جاهزية عالية واحترافية للتعامل الفوري والسريع مع أي إخلال بالنظام والأمن العام كما تم تحديد حرم آمن بمحيط اللي جان توجد فيه إلى جانب الخدمات الأمنية خدمات مرورية لتوجيه السيارات إلى مسارات بديلة بعيداً عن اللي جان النهاردة أول يوم امتحانات والحقيقة أنا شايف تنظيم هايل من وزارة الداخلية وتأمين بأعلى مستوى بصراحة ربنا والتأمين بسم الله ما شاء الله وزارة الداخلية عاملة شغل تأمين عالي جداً أنا حاسة بأمان على بنتي منذ الصباح تتواجد عناصر الشرطة النسائية التي تسهم في بث طمأنينة في نفوس الطالبات بصفة خاصة بمحيط اللي جان وهو ما أشهد به أولياء الأمور وبالوجود الأمني الفعال الذي هيأ الأجواء الأمنية الملائمة لآداء أبنائهم للامتحانات طبعاً البنات هنا بيحسوا بالأمان لوجود الشرطة النسائية وبيبقوا ساعدين بيهم وفخرين بيهم ويفمنوا يكونوا زيهم لما بشوف الزابطات وأنا داخل اللي جان بحس بالأمان وأن هم موجودين معنا وكذا شكراً لكم جداً الأقوال الأمنية تجوب الشوارع والميادين وبمحيط اللي جان لمتابعة ورصد الحالة الأمنية على مدار الساعة خاصة وأن التأمين لا يقتصر على لجان الامتحانات فقط بل يمتد إلى عمليات نقل أوراق الإجابة والأسئلة وبالتزامن مع آداء امتحانات الثانوية العامة بكافة المحافظات يؤدي عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل امتحاناتهم داخل اللي جان عدها قطاع الحماية المجتمعية لهم بالتنسق مع وزارة التربية والتعليم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ويأتي عقد تلك اللي جان في إطار تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تراعي معايير حقوق الإنسان وفي المقدمة منها الحق في التعليم وهو ما يتم إتاحته للنزلاء في كافة المراحل التعليمية نردك أن أول يوم لنا والحمد لله اللي بتحناك كيدة كويسة وأشكر وزارة الداخلية على المكان وإنها ما خلتني شفتني اللي امتحانتها في السنوات العامة امتحانت النهاردة امتحانت السنوات العامة وأشكر إقدارة المركز إنها وفرت لنا المكان والوقت إن إحنا نذاكر ونبتحن وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبعية بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 427 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 274 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 192 طن مواد غذائية وغير غذائية أما في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 52 طن وفي مجالي البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 30 طن أسمنت أما في مجالي قضايا المخابز تم ضبط 613 قضية من بينها 96 قضية خبز ناقص الوزن و79 قضية خبز غير مطابق للموصفات كما تم ضبط سبع قضايا بمضبطات بلغت قرابة 60 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قضايا المناخ وذلك في ضوء الرئاسة المصرية المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وخلال زيارته إلى لوكسنبرغ التقى شكري مع رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيرنر هوير وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك وما تمثله مصر باعتبارها الشريكة الأكبر للبنك خارج أوروبا وشدد شكري على الأولوية المشتركة لمصر والبنك في التركيز على مشروعات الطاقة والتحول الأخضر لا سيما في ظل الجهود المصرية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة التقى وزير الخارجية سامح شكري وزير خارجية لوكسنبرغ جان أسلبورن وأثنى شكري على مستوى التعاون الثنائي القائم في مختلف المجالات مؤكدا أهمية تفعيل آلية التشاور السياسي بين خارجيتي البلدين مولي مراجعة مختلف جوانب العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حول قضايا محال الاهتمام المشترك كما بحث الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي لسيما من خلال زيادة استثمارات للاكسنبرغ في ظل الفرص الواعدة بالسوق المصرية كما التقى شكري بوزيرة أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا وخلال اللقاء أعرب شكري عن التطلع لاستمرار العمل الوثيق بين البلدين لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية المتنامية كما عرض شكري الجهود التي تقوم بها مصر في ظل استضافتها ورئاستها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كما تبدل شكري مع نظيرته الفرنسية وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك منها الأزمة الأوكرانية والأوضاع في ليبيا كما بحث وزير الخارجية مع نظيره تشيكيا لبابيسكي سبل دعم العلاقات التنائية بين البلدين في شتى المجالات كذلك التقى وزير الخارجية بصفته الرئيس المعينة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وزيرة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بدوقية لوكسنبرغ القبرى لبحث التعاون والتنسيق في موضوعات المناخ انعقد الاجتماع التاسع لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في لوكسنبرغ حيث أكد أن هذا الحدث يؤكد على قوة وتعدد أوجه الشراكة بين الجانبين وقام مجلس المشاركة بإقرار أولويات المشاركة الجديدة والتي ستوجه العلاقات حتى عام 2027 بما يتوافق مع أجندة الاتحاد الأوروبي الجديد لمنطقة المتوسط وخطتها الاقتصادية والاستثمارية واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية 2030 وسيقوم الاتحاد الأوروبي ومصر مسترشدين في ذلك بأولويات المشاركة بمزيد من التعميق للحوار والتعاون بينهما حول الأولويات الثلاث التي تشتمل على اقتصاد حديث مستدام والتنمية الاجتماعية والشراكة في السياسة الخارجية بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار وأشار الجانبين كذلك إلى اعتزامهما العمل على المجالات الحيوية مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر وتدهر الأراضي والحد من مخاطر الكوارث وأشار الاتحاد الأوروبي إلى دعمه لعمل رئاسة المصرية كاك 27 لمؤتمر ضمان نجاح المؤتمر بما في ذلك نتائجه التي ستحقق طموحها عالميا أكبر رحبت مصر بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المصر الدستوري الليبي الذي استضافته القاهرة بالتنصيق مع الأمم المتحدة خلال الفترة من 12 إلى 20 من يونيو 22 وثمنت وزارة الخارجية في هذا السياق التقدم الكبير الذي شهدته الاجتماعات من حيث توافق الأشقاء الليبيين على غالبية المواد الدستورية كما أعربت الخارجية عن التطلع إلى مواصلة اللجنة الدستورية الليبية لجهودها والانتهاء من العدد المحدود من المواد المتبقية في أقرب وقت ممكن توقع الرئيس الأوكراني بلودمير زيلنسكي أن تصاعد روسيا هجمتها هذا الأسبوع فيما يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي مسعى كييف للانضمام إلى التكتل وشدد زيلنسكي على استعداد بلاده لمواجهة أي تصعيد في العمليات العسكرية الروسية ومن المتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي خلال قمته الخميس والجمعة على طلب أوكرانيا على الرغم من مخاوف بعض الدول الأعضاء أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتاريش أن العمليات العسكرية في أوكرانيا تسببت في أكبر وأسرع موجة نزوح تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وأشار جوتاريش في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للاجئين إلى أن أعداد اللاجئين في العالم سجلت مستويات قياسية ليبلغ إجمالي أنزحين قصرا حول العالم مئة مليون شخص وهو رقم يشكل إيدانة قاطمة لعود عصرنا ودعا جوتاريش إلى التعهد ببدل المزيد من الجهد لما فيه مصلحة اللاجئين في كل مكان ولما فيه مصلحة البلدان التي تستضيفهم قال الجيش الأوكراني أن روسيا نفذت سلسلة من الهجمات الجوية في شمال وشمال شرق أوكرانيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية وأكد أوليكساندر شوتوبون المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن الضربات الجوية والمدفعية ضربت مدنا بما في ذلك سومي وليمان وخاركيب وسلافيانسك وأضاف المتحدث أن جيش الروسي لا يزال يركز جهوده على مدينة سيبرو دونتسك حيث يسعى لتحقيق مكاسب في دونباس أعلنت أوكرانيا أنها فقدت السيطرة على بلدة ميتو لكينو المجاورة لمدينة سيبرو دونتسك الاستراتيجية في منطقة دونباس التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها بالكامل منذ أسابيع وأكد رئيس بلدية سيبرو دونتسك أن الجيش الروسي بات يسيطر على معظم الأحياء السكنية في المدينة وتقدمت القوات الروسية ببطء في منطقة دونباس التي تضم لوهانسك ودونتسك حيث ركزت جهودها العسكرية بعدما خرجت تأمين المناطق المحيطة بالعاصمة كياذ في بداية العملية الروسية بأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي اتهمت السلطات الروسية القوات الأوكرانية باستداف منصات نفطية في البحر الأسفد قبلة شبه جزيرة القرم وأشارت السلطات في شبه جزيرة القرم إلى إنقاذ خمسة أشخاص من أصل 12 شخصا بموقع المنصة البترولية من بينهم ثلاثة مصابين على الأقل ذكرت روسيا أن الغواصتين النوويتين سيفيرو ديفينسك وسيمولونسك نفذتا بنجاح تدريبات لإطلاق الصواريخ في بحر بارينتس وأفاد المكتب الصحفي في أسطول الشمال الروسي بأن الغواصتين قامتا بتوجيه ضربات سروقية ضد مجموعة سفن حربية للعدول مفترض في بحر بارينتس وأوضح المكتب أن البحارة الروس تمكن بنجاح من إصابة الموقع المستهدف الذي يمثل مجموعة من سفن الإنزال للعدو المفترض وذلك باستخدام صواريخ كاليبر وغرانت على مسافة حوالي 200 كم اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوز بارل أن روسيا يجب أن تحاسب إذا وصلت على قلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم ووصف بارل إجراءات روسيا بأنها بمثابة جريمة حرب حقيقية واستنكر المسؤول الأوروبي أن تظل ملايين الأطنان من القمحة عالقة في أوكرانيا بينما يعاني الكثير حول العالم من أزمة غذائية السادسة متواصلة مع حضراتكم نتابع فيها ارتفاع وردات الصين من النفط الروسي والنمسا تعيد تشغيل محطة طاقة بسبب نقص الغاز الروسي قفزت وردات الصين من النفط الخام من روسيا بنسبة 55% مقاررة بالعام السابق لتسجل مستوى نقياسي في مايو وتصبح أكبر مورد لبكين وبلغ إجمالي الواردات الصينية من النفط الروسي بما في ذلك الإمدادات التي يتم ضخها عبر خط أنبيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا ما يقرب من 8.42 مليون طن وفقا لبيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك ويعادل هذا الرقم حوالي 1.98 مليون برميل يوميا بزيادة 25% عن إبريل أعلنت الحكومة النمسوية أنها ستعيد تشغيل محطة طاقة تعمل بالفحم الحجري بسبب النقص في إنتاج الكهرباء الناجم عن خفض وردات الغاز الروسية وقالت الحكومة في بيان لها عقب اجتماع أزمة أن السلطات ستعمل مع مجموعة فيرباند المورد الرئيسي للكهرباء في البلاد لإعادة تشغيل المحطة في مدينة ملاخ الجنوبية يبدو أن أوروبا لم تكن تدرك عند بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ أقل من أربعة أشهر أنها ستعود مجددا إلى عصر استخدام الفحم لتوليد الكهرباء مع تراجع إمدادات الغاز الروسية وفيما يشكل تحولا في مصاري حكومتها الائتلافية التي تضم عددا كبيرا من المدافعين عن البيئة لجأت السلطات الألمانية إلى اتخاذ إجراءات طارئة تشمل زيادة استخدام الفحم لتأمين احتياجاتها من الطاقة على الرغم من تعهدها سابقا بالتخلص التدريجي من الفحم بحلول العام 2030 كذلك تراجعت حكومة المملكة المتحدة عن إغلاق محطات الفحم العاملة في البلاد سعيا وراء تأمين إمدادات إضافية من الكهرباء خلال موسم الشتاء المقبل والذي قد تغرق البلاد خلاله في ظلام حالك إذا لم تنجح في تأمين مصادر بديلة للغاز الطبيعية وتتناقض هذه الخطوة كليا مع سياسات الطاقة في المملكة المتحدة أحد أكبر الداعمين للتخلص النهائي من حرق الفحم الحال لم يختلف كذلك في أيرلندا وبولندا التي كانت قد توقفت قبل سنوات عن شراء الفحم لتعود مجددا لشرائه وسط الارتفاع المتزايد في أسعار الطاقة وتراجعت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل مضطرد منذ بدء العقوبات ضد روسيا وقد أوقفت جازبروم الروسية تسليم الغاز للعديد من العملاء الأوروبيين الذين رفضوا الدفع بالروبل وكان لهذا القرار تأثير كبير على دول أوروبية عدة خصوصا ألمانيا وإيطاليا وفرنسا صعدت البنوك المركزية حول العالم من معركتها ضد الضخم الجامح برفع نسب الفائدة هو إجراء ضروري رغم تحذير محللين من أثاره الجانبية المحتملة وهزت هذه الإجراءات أسواق الأسهم مع خشية المستثمرين من توقف عجلة النمو الاقتصادي إذا ما تم تجديد هذه الإجراءات بشكل أكبر كبح التضخم وتجنب الركود تحدي المزدوك بات يؤرق دوائر صنع القرار بجميع دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء على خلفية تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية فالبنوك المركزية صعدت من معركتها ضد تضخم الجامح برفع نسب الفائدة وهو إجراء ضروري رغم تحذير محللين من أثاره الجانبية المحتملة وأبرزها دفع الاقتصادات إلى الركود في الأسبوع الماضي وحده أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ نحو ثلاثة عقود فيما رفعها بنك إنجلترا للمرة الخامسة على التوالي أما البنك المركزي السويسري فرفعها للمرة الأولى منذ خمسة عشر عاما كذلك تحرك البنك المركزي الأوروبي في شكل أبطأ من نزرائه وأعلن أنه سينهي خطته الهائلة لشراء السندات ويرفع أسعار الفائدة نهاية الشهر المقبل للمرة الأولى منذ عقد في المقابل خالف بنك اليابان التوجه العالمي بتمسكه بقراره عدم رفع سعر الفائدة ما أدى إلى اقتراب الين من أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 1998 هذا ويتوقع الخبراء أن تبدأ أسعار النفط والغاز والسلع الزراعية بالانخفاض في وقت اللاحق من هذا العام لكن التوقعات ترجح أن تظل معدلات تضخم الأساسية التي لا تشمل الغذاء والطاقة مرتفعة أكبرت الإضرابات في بلجيكا بسبب تكلفة المعيشة مطار بروكسال على إلغاء جميع الرحلات المغادرة وسط توقف العديد من خدمة الحافلات في جميع أنحاء البلاد وبلغ تضخم 9% في يونيو في بلجيكا ما يعكس ارتفاعات حادة في الأسعار حيث أضرت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بإمدادات الحبوب وتسببت في ارتفاع تكلفة الطاقة قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا أن الانتعاش الكبير في السفر الجوي هذا العام من مستوياته خلال جائحة كورونا سيسمح لشركات الطيران العالمية بتقليص خسائرها هذا العام وتوقع الاتحاد أن تتكبد شركات الطيران العالمية خسارة قدرها 9.7 مليار دولار في 2022 مقارنة مع 42.1 مليار دولار في عام 2021 هذا وتحذر شركات الطيران من أن يقود ارتفاع أسعار النفط ومخاطر التضخم الانتعاش الهش خسر التحالف الذي يقضه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غالبيته المطلقة في الفرلمانة وحصل التحالف معنا الذي يقضه ماكرون على 245 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشرعية وفاز تحالف اليسار ب135 مقعدا والتجمع الوطني اليميني ب89 مقعدا وسيتعين على ماكرون الذي أعيد انتخابه في أبريل لولاية ثانية أن يجد تحالفات لتنفيذ بنى ماجه الإصلاحي خلال السنوات الخمس المقبلة قالت وزارة الدفاع الصينية أنها أجرت اختبارا لمنظومة صواريخ اعتراضية تطلق من منصات على الأرض وتكثف الصين الأبحاث في جميع أنواع الصواريخ بدءا من تلك التي يمكنها تدمير الأقمار الصناعية في الفضاء إلى الصواريخ الباليستية المتطورة ذات الرؤوس النووية قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت قوته حسب التقدرات الأولية خمس درجات هز مدينة سوزو الوقع في شمال بلاد أضفت الوكالة أن زلزال وقع على عمق عشرة كيلو مترات من ساح البحر اليابان مؤكدة أنه لا يوجد خطر من حدوث أمواج مد عتية تسونامي قالت هيئة رصد الزلازل في تايوان أن السحل الشرقي لتايوان تعرض لزلزال بلغت قوته ست درجات فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع أدرار وتقع تايوان بالقرب من تقاطع لوحين تكتونيين وهو ما يجعلها عرضة للزلازل وأودى زلزال بحياة مئة شخص في جنوب تايوان عام 2016 فيما أدى زلزال بقوة سبعة فاصل ثلاثة لمقتل أكثر من ألف شخص في ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين قال مسؤولون ووسالوا علام محلية في بنجلاديش أن الفيضانات تواصلوا إحداث فوضى فيما تكافح السلطات من أجل نقل مياه الشرب والأطعمة الجافة إلى الملاجئ في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية الشاسعة من البلاد وذكرت السلطات أن أكثر من عشرة أشخاص لقوا حتفهم في جميع أنحاء البلاد منذ بدء هبوب الرياح الموسمية الأسبوع الماضي في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة استعرض وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي نتائج زيارة الوفد المصري لدولة العراق تطرق تقرير لدراسة إنشاء محطة معالجة العراق لتنقية تحلية المياه بنهر الفرات تماثل محطة معالجة مصرف بحر البقر وشدد وزير الرأي على الحرص على متابعة ملف التعاون بين مصر والعراق والسعي لاستفادة الجانب العراقي من التجربة المصرية في مجال إعادة استخدام المياه عقدت وزيرة التعاون الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر اجتماعا في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وخلال اللقاء تم بحث تطورات أعداد البرنامج القطري للتعاون بين الحكومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان 2023-2027 ومناقشة الملاحظات بشأن مسودة البرنامج كما تم تأمنا قشة التعاون مع صندوق في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ قاب 27 اختتم رئيس طائفة الإنجلية القصة أندريا زاكي زيارته إلى ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والتي التقى خلالها بعدد من قادة الكنائس والشخصيات السياسية والعامة ومع عدد من قادة مؤسسات المجتمع المدني الدولية وأوضح رئيس الطائفة الإنجلية أنه يعد لحوار عربي أوروبي عالمي في نوفمبر القادم بمشاركة قيادات دينية بارزة ومؤسسات مجتمع مدني وصناع سياسة في عدد من الدول الأوروبية والعربية وهو نتاج عمل مشترك بين الهيئة الإنجلية والأكاديمية الإنجلية في لقام بألمانيا بحث الفريق عبد المنم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع وزير التكنولوجيا والصناعة المجرية أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات التصنيع المختلفة شهدت المباحثات عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا كما تم توجيه الدعوة للشركات المجرية لزيارة وحدات الهيئة العربية للتصنيع للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع وخلال تفاقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع أعرب وزير الصناعة المجرية عن تطلع كبرى الشركات المجرية لفتح أفاق جديدة للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع دي فرصة حاليا يجب أن نستطيع أن نفذ الأوضاع التي فرضتها الأزمة الوصية الأوكرانية وما فرضته من أوضاع جديدة على المنطقة وعلى ثلاثة الإمداد العالمية وما سينتج عن هذه الأزمة فبالتالي نحن في حاجة أن نوسع فعليا شكل التعاون ونفتح مجرات التعاون مع دولة المدر بما لديها من تكنولوجيا متقدمة وبما لديها من الرغبة حقيقية في فتح مجرات التعاون مع دولة مصر انطلقت صباح اليوم امتحانات نهاية العام لطلاب شهادة الثانوية العام للعام الدراسي 2021-2022 بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام يقرب من 7992 طالب وطالبة منهم ما يقرب من 268897 طالب وطالبة بالشعب الأدبية و338882 طالب وطالبة بالشعب العلمي علوم و100213 طالب وطالبة بالشعب العلمي رياضيات موزعين على 2089 لجنة السير على مستوى الجمهورية حيث أدى طلاب الامتحانات في المواد غير المضافة للمجموع في مادتي تربية الدينية والتربية الوطنية وسط إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية انطلق مرسن امتحانات نهاية العام لطلاب شهادة السانوية العام 2022 بالمواد غير المضافة للمجموع داخل 2089 لجنة على مستوى الجمهورية وزارة التربية والتعليم بدورها أعلنت أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات السانوية العام هذا العام وصل إلى 707992 طالبا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية لتصدي لأي محاولات للغش محافظات الوجه البحري شهدت خلال اليوم الأول عدة جولات تفقدية لعدد من المحافظين والمسؤولين للجان الامتحانات للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات بما يضمن انتظام سير الامتحانات والمناخ الملائم لأدائها مع اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تزليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين محافظات الوجه القبلي شهدت أيضا متابعة مستمرة على مدار الساعة لمقار اللجان للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء اللازمة للطلاب والمسؤولين بالإضافة إلى توفير سيارات إسعاف في النقاط المحددة لاستقبال أي حالة طوارئ من خلال التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بكل محافظة وتستمر امتحانات المواد غير المضافة للمجموع على مدار يومين ليحصل بعدها الطلاب على راحة من الاختبارات ويتم استئناف الامتحانات يوم السادس والعشرين من يونيو بمادة اللغة العربية كأول امتحان في المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أعلنت وزارة الصحة إطلاق خمسين قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية في الفترة من العشرين إلى الثلاثين من يونيو ويتم توجيه القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من بايروس كورونا وتضم القوافل كافة تخصصات طبية بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوفر فيها كافة الأدوية نظمت مدرية الصحة بأسوان قافلة طبية بقرية أقليت التابعة لمركز زاكومومبو وقدمت القافلة وخدمتها الطبية والعلاجية لنحو 1516 مواطنا مجانا فيما تم تحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بأسوان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن المحافظة نحن عبارة عن مستشفى ميداني متنقل نحاول نوصل الخدمة الطبية لأهلنا والناسنا في المناطق المحرومة والأكثر احتياجا والمناطق البيضة على الخدمة الطبية نحن النهاردة بننفذ القافلة الطبية في قرية أقليت التابعة لمركز زاكومومبو نحن النهاردة اليوم الثاني للقافلة الطبية نحن عبارة زي ما قلت حضركم مستشفى ميداني نضم عشر تخصصات طبية مختلفة الكشف والعلاج بالمجان معنا صيدلية في أكثر من 130 صنف بالمجان والآن مشاهدين مع أخبار الاقتصاد الجولة الاقتصادية تقدمها لنا زميلة حكمة عبد الحميد إليك حكمة شكرا نوها شكرا فاطيمة وهذه بالفعل الوقفة الاقتصادية بنصرة السادسة تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تنفيذ التكلفات الموكلة للوزراء في عدد من الملفات الاقتصادية ذلك خلال ترأسه الاجتماع الثاني لللجنة العليا للأداء الاقتصادية وخلال الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ما تم اتخاذه من خطوات لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات موضحا أن تلك الخطوات تضمنت إصدار قرار خاص بتوفير الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع وفي حالة البيع يتم التسعير بأسعار المرافق كما أكد مدبولي أنه تم خلال الفترة الماضية عرض استراتيجية الملكية الفكرية على مجلس الوزراء كما صدر قرار بشأن إنشاء لجنة لحل مشكلات المستثمرين وتم حل عدد من هذه المشكلات بالفعل مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنطيم ورش العمل الخاصة بوثيقة سياسة ملكية الدولة شهد وزير البترول طارق الملة ورئيس شركة شيفرون العالمية مايكل وارث أتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في أنشطة نقل واستراد وإسالة وتصدير غاز شرق المتوسط عبر مصر ووفقا للاتفاق ستقوم الشركة المصرية القابدة للغازات الطبيعية إيجاز والشركة العالمية بتقييم الفرص المحتملة لنقل الغاز المتاح في شرق المتوسط لمصر لتعظيم قيمته عن طريق إسالته ليتم إعادة تصديرها وبيعه بحيث يكون ذا جدوى اقتصادية من جانبه صرح رئيس الشركة بأن لديها خطط لحفر أول بئر استكشفي في منطقة امتيازها بالبحر المتوسط سبتمبر القادم وأن نتائج الدراسات السيزمية جيدة اتفقت مصر وقطر على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري القطري لزيادة معادلات الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية خلال المرحلة المقبلة وخلال لقاء وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع مع نظيرها القطري محمد بن حمد بن جاسم الثاني دعت الوزيرة الشركات القطرية لزيارة مصر للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة أكدت وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع الدعم السياسي غير المصبوك لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وقطر لمستويات متميزة مشددة على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الاستثمارية جاء ذلك خلال ضمن لقاءات الوزيرة بالدوحة مع الوزراء وكبار المسؤولين بالحكومة القطرية حيث أعقدت لقاء موسع مع وزير الدولة القطرية للمناطق الحرة أحمد بن محمد السيد لستراد مقاومات وإمكانات المناطق الحرة بالبلدين والفرص الاستثمارية من جانبي أكد وزير الدولة القطرية أهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية كما أعقدت وزيرة التجارة لقاء موسع مع رئيس جهاز قطر للاستثمار منصور بن إبراهيم لستراد القطاعات والمشروعات والفرص الاستثمارية في مصر وإلى البورصة المصرية حيث أنهت المؤشرات التعاملات على تراجع جماعي للجلسة الثالثة على التوالي وتراجع رأس المال السوقي بنحو 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 646.774 مليار جنيه على صعيد المؤشرات فتح مؤشر اي جي اكسي 30 عند مستوى 9728 نقطة ويغلق عند 9680 نقطة منخفضا بنسبة 49 من 100% هو فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكسي 70 عند مستوى 1820 نقطة ويغلق عند 1805 نقاط متراجع بنسبة 82 من 100% فتح مؤشر اي جي اكسي 100 عند مستوى 2693 نقطة ليغلق عند 2674 نقطة منخفض بنسبة 74 من 100% الى اسواق العملات حيث تبينت اثار العملات امام الجنيه المصري ليسجل الدولار الامريكي 18.71 للشراء و18.78 للبيع سجل اليورو 19.67 للشراء و19.76 للبيع وصل الجنيه الاسترليني 22.94 للشراء و23.4 من 100 للبيع بالنسبة لعملات العربية سجل الدرهم الامراتي 5.9 من 100 للشراء و5.11 للبيع الريال السعودي سجل 4.98 للشراء و5 جنيهات للبيع في اسواق المعادن النفيسة استقرت اسعار الذهب العالمي لسجل 1838.36 للقيا اما على السعيد المحلية سجل عيار 18.863 للجرام وزهب عيار 21.006 جنيهات للجرام في حين سجل عيار 24 نحو 1149 جنيه وصل سارة جنيهة ابدأ باليوم الى 8046 جنيهات في اسواق البترول العالمية استقرت اسعار النفط بعد عناء لتعويض خسائر الاسبوع الماضي بينما تعمل السوق على تحقيق التوازن بين شح الامدادات والمخاوف من طباط النمو الاقتصادي العالمي انخفض ترقود الاجيلة لخام بيرنت 38 سنتا أو بنسبة 3.10% ليصل الى 1112.74 دولار للبرميل وسجل خام غرب تيكسس الوسيطة الامريكية 109.38 دولار للبرميل بنخفاض بلغ 18 سنتا أو بنسبة 2 من 10% في المقابل ارتفعت اسعار المسوطة عالميا بنسبة 2.1 لتصل الى 7.26 للتر انخفضت اسعار الغاز الطبيعية بنسبة 3.20 لتسجل 6.72 لكل مليون وحدة حرارية وصلت معظم برصات الخريجة الخسائر مع السمرار قلق المستثمرين من ان يؤدي تشديد السياسات النقدية الى حالة ركود على مستوى العالم ونزل المؤشر الرئيس لبرصة دبي 1.6% مع تراجع اغلب الاسهم المدرجة انخفض المؤشر الرئيس لبرصة ابوظبي 1.1% ونزل المؤشر القطري بنسبة 4 من 10% في حين خلف المؤشر السعودي الاتجاه العام ليرتفع بنسبة 6 من 10% بعد يوم من تسجيل اكبر تراجع يومية في نحو 7 اشهر في برصة توكيو اغلق مؤشر النكاي الياباني عند ادنى مستوى في اكثر من 5 اسابيع اذ قادت تأسهم قطاع الطاقة الخسائر وانخفض المؤشر نكاي بنسبة 74% مسجلا ادنى مستوى اغلاق منذ 12 ميو بينما ترجع المؤشر توبكس الاوسع نتاقل بنسبة 92 من 100% ترجعت أسهم شركة التنقيب عن النفط بنسبة 9.13% واقضت خسائر 33 مؤشر صناعي فرعيا في برصة توكيو بعد هبوط أسعار النفط خلال عطلة نهاية الأسبوع يواجه المسافرون جوا في الولايات المتحدة فوضى صيفية في المطارات بجميع أنحاء البلاد مع إلغاء ألاف الرحلات الجوية بسبب نقص الموظفين وارتفاع أسعار التذاكر نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتم إلغاء ما لا يقل عن 15 ألف رحلة في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مع تزايد الطلب على السفر مع بدء موسم العطلة الصيفية في الولايات المتحدة وتكافح شركات طيران لاستبدال ألاف الموظفين الذين تم تسريحهم خلال جائحة كورونا على مدر العامين الماضيين انتهت الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة وعود مرة أخرى إلى نها وفاطمة إليكم شكرا لحكمة عبد الحميد على هذه الوقفة الاقتصادية إذن مشاهدين إلى عنوين نشرتنا الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة جيفرون والشركة تشيد بالنمو الاقتصادية والطفرة التنموية جاذبة لاستثمار في مصر خلال ملتقابنة مصر مدبولي يؤكد أن مصر تمتلك مكاتب استشارية وشركات مقاولات يمكنها أحداث فارق كبير في مشروعات الدول الشقيقة شكري يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ويؤكدوا على الأولويات المشتركة في التركيز على مشروعات التحول الأخضر مشاهدين وصلنا إلى اختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشكوكم على طيب المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر